بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طائرات F-16 الأوكرانية في أصعب مواجهة بالمعركة الجوية في مواجهة الروس وشراء 81 طائرة سوفيتية الأوكرانية من حلفاء روسيا وسر استهداف الجيش الروسي المتكرر لمواقع في مقاطعة سومي في الشمال وعلاقته باستراتيجية الجيش الأوكراني خلال 2024 ورئيس الأركان الجنرال سيريسكي يكشف سر انسحاب قواته والدفع بأربع ألوية روسية لبدء الهجوم على بوكروفسك وكروخوفو وتدهور الجبهة في خركيف وزاباروجيا وخرسون تفاصيل وتطورات مهمة جدا هل نقشة باختصار تابعنا للنهاية عشان تكتمل عندك الصورة في البداية عشان كتير من أصدقائنا بيتساءلوا عن سر وجود طائرات لحد الآن مع الجيش الأوكراني رغم أن الروس باستمرار بيستهدفوا المطارات الأوكرانية النهاردة الصحف الغربية والأوكرانية كشفت عن شراء دفعة من الطائرات السوفيتية من كازاخستان وخد بالك أن كازاخستان من أقرب حلفاء روسيا ولكنها عرضت 117 طائرة سوفيتية للبيع بما فيهم طائرات ميج 31 الأسرح في العالم وميج 29 وقازفات تكتيكية سخوي 24 من ضمن 117 طائرة الولايات المتحدة اشترت لأوكرانيا 81 طائرة سعر الوحدة منها أقل من 20 ألف دولار بالزبط 19 ألف و300 دولار للطائرة الوحدة وهي طائرات من إنتاج السبعينات ولكن وضعوا في الخبر جزء للتشكيك أن الطائرات دي ممكن تكون بتستخدم كأهداف هيكلية في المطارات أو تستخدم كقطع غيار للطائرات الموجودة بالفعل في أوكرانيا في حالة أفضل لأن الروس الفترة الأخيرة بيوسكوا إصابتهم للطائرات في المطارات فده بيشكك الناس في أنها تكون أهداف هيكلية وخد بالك أن الأمر مش مقتصر على كازاخستان دول كتير في شرق أوروبا والدول المنفصل عن الاتحاد السوفيت السابق بعد الطائرات والأسلحة السوفيتية اللي عندها الأوكرانيا يعني ممكن اعتبار أن اسلاح الجو الأوكراني يكون تغير من 3 إلى 4 مرات بخلاف أن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إليا إفلاش قال أن طائرات F-16 لها مخابئ تحت الأرض هيتم استخدامها منها ولها بنية تحتية كلها تحت الأرض وده تقريبا هو الحل الوحيد المتاح لأوكرانيا في ظل ما الروس باستمرار بيستهدفوا المطارات ولو استخدموها من دول شرق أوروبا ده ممكن يتسبب في مواجهات مباشرة مع دول الناتو لأن الروس قالوا لو أقلعت منها وشاركة في الحرب في أوكرانيا هنعتبرها أهداف مشروعة لنا ودول كتير بتلجأ لإنشاء الممرات والملاجئ للطيران تحت الأرض وفي ممرات في باطن الجبال ولكن في مواجهة الروس الموضوع مختلف لأن الروس عندهم صاروخ زي كنجال عنده القدرة على إصابة أهدافه على عمق 70 متر تحت الأرض وتذكروا الموقع السوفيتي في ليفيف اللي كان أول هدف بيتم إصابته بالكنجال على عمق 70 متر وأوكرانيا هتحصل من الأوروبيين على 65 طائرة F-16 ومن الولايات المتحدة على 16 طائرة ولكن اعتبروا أن دي هتكون أصعب ساحة معركة جوية وجهتها الF-16 على الإطلاق لدرجة أن الخبراء الغربيين بيعتبروا أن الF-16 هيتم إسقطها بمجرد ما يتم رصد إقلاعها من المطارات وتكلموا تحديدا عن الأسلحة اللي هتصطاد الF-16 ذكروا منها طائرات السخوي 35 والميج 31 الروسية والمجهزة بصاروخ AR-37M وده صاروخ مداه 400 كم وروسيا بالفعل عندها من الأنواع دي من الطائرات أسطول كبير جدا والمصانع الروسية ضعفت من إنتاجها من السخوي 35 بخلاف أن أنظمة الدفاع الجوي زي S-400 وS-300 هتكون من أكبر التهديدات على اقتراب الF-16 من خط المواجهة وبضيف عليهم كمان S-500 لأن وزير الدفاع الروسي شويجو أعلن أن الجيش الروسي هيستلمها السنة دي وهتشارك في حرب أوكرانية وده الهدف منه في الأساس أن الF-16 قبل ما تطلق صواريخها بعيدة المدى يتم استهدافها لأن خد بالك أن الF-16 ممكن ما تحتاجش أساسا أنها تدخل مدى عمل الطائرات أو أنظمة الدفاع الجو الروسية هي بطبيعة الحال بتشيل صواريخ مداها 500 كم وأكتر فعشان كده الروس بيسرعوا من تسليم أنظمة S-500 اللي مدى الرصد بتاعها بيوصل لـ 800 إلى 900 كم ومدى صواريخها في الاعتراض بيوصل لـ 600 كم فالطرفين حاليا بيستعدوا المعركة جوية كل طرف منهم بيحاولوا أن يستخدم أحدث التقنيات ويجربوا أحدث أسلحتهم ولكن في رأي مختلف مع كده وشايفين أن أوكرانيا عندها 10 قاذفات سوخوي 24 دول مخصصين لإطلاق صواريخ ستور مشادو بيشاركوا في استهداف المواقع الروسية في الكرم والحد النهاردة مفيش غير 2 أو 3 طائرات منهم اللي انضربوا خلال استهداف المطارات بسبب خطط المنوبة والإخفاء اللي بيتبعها الجيش الأوكراني وأول ما بيرصدوا إطلاق الصواريخ الروسية كل القاذفات بتكون في الجو لحد ما تنتهي الغارات الروسية ولكن وجهة نظري أن الطائرات الـ F-16 لو اشتغلت بنفس النمط مش هيكلها تأثير على خط الجبهة الـ F-16 عشان تعمل فارق في خط المواجهة المباشر لازم تشارك في الدعم للقوات البرية مش تقتصر على تنفيذ عمليات الهجوم بالصواريخ من بعيد سواء في اتجاه مطارات الكرم وأنظمة الدفاع الجوي أو جسر الكرم نفسه لكن الشيء المؤكد أن الجيش الأوكراني خلال الفترة الأخيرة حصل على قدرات هجوم صاروخي بعيدة المدى قوية جدا وبعدات كبيرة سواء صواريخ أتاكمز بعيدة المدى واللي تم استخدامها في استهداف أنظمة الدفاع الجوي في الكرم بالأمس وحتى في الصواريخ اللي هتطلقها الف 16 بما فيها صواريخ اسلام اي ار وجاسب وممكن كمان يتم دمج صواريخ اللي ستور مشادو عليها بسهولة وده بيكشف الاستراتيجية الواضحة والتوجه للتركيز أكتر على الكرم والبحر الأسود مقابل ما يشبه التجاهل للتراجعات والانسحابات اللي بتحصل في خط المواجهة جانب تاني من الاستراتيجية الأوكرانية خلال 2024 كان أعلنه مدير المخابرات الأوكرانية كريلو بودانوف وهو مزيد من العمليات على الحدود واستهداف مواقع داخل العمق الروسي عشان كده فيه بالفعل حشود لسه بتوصل لمقاطعات سومي وخركيف والروس بيرقبوها وبيكسفوا من عمليات استهداف المواقع اللي ظهرت فيها الحشود الأوكرانية خصوصا في مقاطعة سومي واللي استهدفها الجيش الروسي بالأمس وعلى مدار الأسابيع الأخيرة مع رصد أي حشود أو مواقع للجيش الأوكراني فيها أو وصول لخبراء عسكريين لأي فندق في المنطقة وخد بالك أن مقاطعة سومي ما كانتش محور للاشتباكات أو للهجوم الروسي واللي كان مرتكس في الأساس على الأربع مقاطعات فقط إلا أنها مع خركيف أصبحت محور تركيز روسي مؤخرا بعد ما زادت عمليات استهداف المدن الحدودية الروسية في بلجرود وكورسك وإطلاق الدرونات منها في اتجاه العمق الروسي أما عن التطورات الميدانية فإحنا نهاردة نقشها من منظور مختلف من منظور اعتراف رئيس الأركان في الجيش الأوكراني بحقيقة الأوضاع الجنرال سيريسكي بالأمس والأول مرة بيعترف أن الجيش الأوكراني بيواجه أوضاع صعبة جدا على طول خط المواجهة وتدهورة أوضاعه الدفاعية وأن الروس تمكنوا من تحقيق مكاسب ميدانية وقال أن السبب في تفوقهم في الأسلحة وفي الموارد البشرية وأن الجيش الأوكراني اضطر للتراجع للخطوط الدفاعية الجديدة في اتجاه الغرب وخد بالك أن الجنرال سيريسكي هو أكتر واحد في قادة الجيش الأوكراني بيرفض فكرة التخلي عن الأرض مهما كانت الخسائر وده كان السبب في أن الجيش الأوكراني ما بيحبوش وكان هو المسؤول عن معركة بخموت واللي فضل الأوكرانيين متمسكين بيها لأطول فترة ممكنة رغم الخسائر الكبيرة فيها ولكن من بعد تولي رئاسة الأركان تلاحظ أن في انسحابات كتير بتحصل وهو بنفسه اعترف بأن الانسحابات دي بتحصل بالمخالفة للأوامر بدون إذن القادة وحتى زيلينيسكي نفسه كان انتقد الوحدات اللي انسحبت لأنها كانت سبب في تطويق زملائهم وسيريسكي قدم تعديلات بخصوص القانون عشان تشدد العقوبات على القوات اللي تنسحب من غير إذن أو ترفض تنفيذ أوامر القادة فده برضو بيعتبر سبب من أسباب التراجع الأوكراني إن القوات نفسها بدأت تعارض بعض الأوامر وتتحرك وتسيب مواقعها التانية من غير أوامر من القادة وقال إن الروس تقدموا بعمق 10 كم في شمال غرب أفديفكا في الواقع نطاق التقدم الروسي كان أكتر وأكد إن الجيش الروسي بيستعد لتنفيذ الهجوم بأربع ألوية في اتجاه مدن بوكروفيسك وكوروخوفو وإن ده بيضيف ضغط إضافي على القوات الأوكرانية الموجودة في المحور ده وإن الأمر مش مكتصر على دونسك الأوضاع متوترة كمان في ثلاث جبهات إضافية لأن الروسبي هجموا كمان في زبروجيا وفي خرسون ومؤخرا بدأوا الهجوم كمان في كوبيانسك في مقاطعة خرقيف شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته